موسيقى الميكانيكية الجملة الميكانيكية هي كل جسم كالكرة أو جزء من جسم أو أكثر كرة زائد أرض نسميه جملة ميكانيكية الكرة وحدها هي جملة ميكانيكية والأرض هي جملة ميكانيكية بماذا نهتم في دراسة هذه الحالة نهتم بدراسة حالتها الحركية بمعنى مفهوم الجملة الميكانيكية هي كل جسم كالكرة أو جزء من جسم أو أكثر ككرة وحدها أو أرض أو كرة وأرض كذلك تسمى بجملة ميكانيكية نهتم بدراسة حالتها الحركية بمعنى عندما تكون في حالة سكون أو تكون في حالة حركة سواء هذا الجسم الذي يكون ندرسه هو جسم صلب أو سائل أو غاز وكل جسم يكون خارج الجملة التي ندرسها ينتمي إلى الوسط الخارجي لذلك نقول حسب المثال الأرض جملة ميكانيكية الكرة جملة ميكانيكية الكرة زائد الأرض كذلك جملة ميكانيكية لنلاحظ الشكل لدينا هنا سطح الأرض الذي هو عبارة عن جملة ميكانيكية ولدينا كرة فوق سطح الأرض التي هي كذلك جملة ميكانيكية كما نستطيع أن نقول بأن سطح الأرض والكرة هما جملة ميكانيكية لنتابع الآن التأثير المتبادل بين جملتين ميكانيكيتين لدينا الآن نشاط نأخذ كرة لينة مطاطية ونضعها على طاولة ثم نضغط عليها باليد ماذا نلاحظ؟ لاحظ الشكل لدينا كرة قمنا بالضغط عليها الكرة تسمى بجملة ميكانيكية رقم واحد قمنا بالضغط عليها بواسطة اليد اليد تسمى جملة ميكانيكية رقم اثنين كيف نفسر كل ما شاهدناه؟ نلاحظ في التجربة تغير شكل الكرة من حالتها الطبيعية التي كانت منفوخة ثم أصبح شكلها متغير بفعل ضغط اليد التفسير كيف نفسر ما حدث؟ نسمي الكرة جملة ميكانيكية واحد واليد كما قلنا جملة ميكانيكية اثنين عندما نضغط على الكرة بقوة ننمزجها بالشكل التالي فيزيائيا F A على B حيث F A نقصد بها قوة تأثير اليد على B بمعنى B نقصد بها الكرة يعني F A قوة تأثير اليد على الكرة بمعنى F هنا la force يعني القوة A التي نقصد بها اليد و B نقصد بها الكرة حيث نرمز بF A لقوة اليد و B للكرة تشعر الكرة بقوة الضغط لليد فترد بقوة عندما نضغط على الكرة فإننا نشعر بشيء يريد أن يدفع يدنا يعني نحس بذلك الشيء الذي تحت يدنا كي قوة تحت اليد بمعنى ذلك الشيء الذي نحس به هو قوة رد فعل الكرة على اليد و ننمذجها بالشكل التالي F B على A يعني قوة رد فعل الكرة على اليد F B على A B على A الجملة B مؤثرة والجملة A متأثرة نقول أنه بين الجملتين تأثير متبادل في اتجاهين متعاكسين لو نرجع نحن إلى الرسم لو نرجع إلى الرسم من اليد تقوم بالضغط على الكرة نلاحظ أن اتجاه القوة يكون بهذا الشكل من الأعلى إلى الأسفل بينما الكرة تقوم برد الفعل على اليد و يكون من الأسفل باتجاه اليد يعني من الكرة إلى اليد يعني من الأسفل إلى الأعلى من الأسفل إلى الأعلى لذلك نقول بأن اليد تؤثر في الكرة والكرة كذلك تؤثر في اليد لنواصل نقول أنه بين الجملتين تأثير متبادل في اتجاهين متعاكسين لنواصل الآن كيف نسمي التأثير المتبادل بين جملتين ميكانيكيتين نستنتج الآن نسمي التأثير المتبادل بين جملتين ميكانيكيتين عفوا بالفعل الميكانيكي نسميه بالفعل الميكانيكي عندما تؤثر جملة في جملة ثم الجملة الثانية تؤثر في الجملة الأولى يعني هناك تبادل للتأثير بين الجملتين هنا في هذه الحالة نسمي هذا الفعل فعل ميكانيكي والآن أعزائي وصلنا إلى ختام الدرس نلقاكم في درس آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة